موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله صاحب السيرة العطرة صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود صلاة وتسليما إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأحباب في آخر لقاء جمعني فيه الله بكم كنا قد توقفنا عند تجارة النبي صلى الله عليه وسلم أو أول تجربة له مع التجارة وقلنا أيها الإخوة الأحباب لما بلغ سن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ عمره 12 سنة أصر على عمه أبي طالب أن يذهب معه في تجارة وقلنا أيها الإخوة الأحباب أن هذه التجارة سيكسب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجربة ثرة تجربة كبيرة لأن التجارة كما قلت لكم في اللقاء الماضي شفها فيها تفاوض فيها أخذ رد فيها مساومات فيها كل واحد حريص على مصلحته فيها اكتشاف عالم آخر خارجي فيها بناء علاقات خارجية فيها التعرف على عادات الناس فيها التعرف على تقاليد الناس خاصة في التجارة الخارجية لكن الأمر العجيب اللي وقفت عنده أن علماء السيرة يقولوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أصر على عمه أن يخرج معه يعني تعجبت توقفت عنده وتعجبت قلت يعني ما سر هذا الإصرار أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السن يعني 12 سنة يلح على عمه وعمه خايف عليه لشدة حبه له وشدة تعلقه به كان يخاف عليه عليه الصلاة والسلام فأراد أن يبقيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر توقفت عنده هذا مليا فشيء الذي يعني هداني الله تبارك وتعالى إليه هو أن الله تبارك وتعالى قذف في نفسه حب الاستطلاع حب التعرف على ما وراء مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا إلى ديار بني سعد تربى وين رضع عليه الصلاة والسلام لأن سيحدث له في هذه الرحلة أمور عجيبة والتجارة في حد ذاتها هي تجربة اقتصادية تضاف إلى رصيد النبي صلى الله عليه وسلم من التجارب التي مر بها والتي شاء الله عز وجل أن يخوضها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتمه من رعي الغنم من مخالطته وهو طفل صغير لكبار مكة لأنه كان يجلس مع جده عبد المطلب في حضرة أو في مجلس فيه كبار مكة هذه كلها أيها الإخوة الأحباب كان جزء من تربية الله عز وجل ومن إعداد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالله عليكم أيها الأحباب لاحظوا معي النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما اليتم هذاك يحدث انكسار في النفس بهذاك اليتم ما يتحولش إلى غل وإلى حقد على المجتمع ويبقى فقط جانب الرحمة في القلب لهو ضروري للنبي صلى الله عليه وسلم كانت رعاية المجتمع له وقذف الله في قلوب الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يحبونه لكن الحب المفرط قد يورث دلالاً كما نقول نحن باللسان الدارجي يورث تقلاش والدلال هذا لا يصلح كعامل من عوامل التربية بل يفسد الطفل أكثر مما يصلحه لذلك الله تبارك وتعالى شاء الله عز وجل أن يخوض تجربة رعي الغنم وأن يخوض تجربة التجارة وأن يخوض تجربة الرعي وسنه أربع سنوات في ديار بن سعد لأن عملية التربية هي عبارة عن خلطة يليق يدي أجمل ما في اليتم ويدي أجمل ما في رعي الغنم ويدي أجمل ما في مخالطة الكبار تلاحظوا حتى تم خالطة الكبار في حد ذاتها كان يكتسب منها النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى بعد قليل كان يكتسب النبي صلى الله عليه وسلم منها كيف يتحدث الكبار كيف يتناولون المشاكل كيف يحل المشاكل كان يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولذلك أيها الإخوة والأحباب كان واحد من الأعراب جالس مع وهو من كبار الأعراب جالس مع كبراء قريش وشاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير قالوا من هذا؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله قالوا عن شرك تسأل قال لأني رأيته وأنتم تتحدثون كلما ذكرتم أمرا رشدا يعني ظهر على وجهه وعلى محياه علامات القبول كلما تحدثتم حديث يعني لممكن لا يليق كان يعرف في وجهه الكراهية معنى حتى وهو طفل صغير كان يتربى النبي صلى الله عليه وسلم بمخالطة الكبار هذا يتربى على كيفية الإدارة إن صح تعبير يتربى على كيفية التحمل المسئولية كيفية تحليل الأمور كيفية النظر إلى الأمور من باب المسئولية لكن مجالسة الكبار وحدهم قد يورث الكبر لذلك الله تبارك وتعالى أدبه برعي الغنم لأنه يخالط الرعاة ويخالط يعني الناس العاديين والناس المساكين يرعاه الغنم ويرعاه الإبل وربما يعني يطير عليه شوية من روث الغنم أو يطير عليه شوية من بول الغنم ومجالسة المساكين تعلم التواضع تلاحظوا بأن الله تبارك وتعالى كان يعني ربي سبحانه وتعالى يهيئ فيه يدي أجمل من هذه أجمل ما في الرعي أجمل ما في مخالطة الكبار أجمل ما في مخالطة الرعاة فهذا العملية عملية الخلطة التربوية هي في حد ذاتها جزء من الإعداد الرباني للنبي عليه الصلاة والسلام التجارة كذلك لأنه سيكتسب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة أقلها أنه يتعرف على عادات الناس وتقاليد الناس كما سنرى لكن في رحلة النبي عليه الصلاة والسلام التقى مع الراهب بحيرة في منطقة اللي هي بداية نهاية الجزيرة العربية وبداية الشام منطقة بصرة يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القافلة مع راهب يسمى بحيرة وقيل يسمى جرجيس يعني إسمان لمسمى واحد هذا الراهب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى محمدا هذا الطفل وعليه السكينة والوقار ملاحظ أمور أخرى مع النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن هذا الغلام من أبوه قال أبو طالب أنا قال ما ينبغي لهذا الغلام أن يكون له أب كيف عرفت قال هذا رسول رب العالمين إلى الناس كافة هذا رسول هذا الزمان وقال لعمه اذهب به وارجع واحذره يهود وفي رواية أخرى واحذره الروم أحبابي الكرام كان بعض الرواية ولكن زيادات هذه اللي غادي نذكرها الآن هي ضعيفة أن أبو طالب أرسل معه أبا بكر وبلال لكن أبو بكر وبلال كانوا في تلك المرحلة يعني هم أقل سنا من النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل الشاب لعمره 12 سنة مع من عمره يعني 9 سنوات أو يعني هذه لا يستقيم وتكلم فيها أهل العلم بأن هذه الزيادة ضعيفة لا تصح المهم أيها الإخوة والأحباب نقف عند هذه القصة لنستشفى ما وراءه بحير تفرس في النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ في كتب السابقين الكتب السابقة في العهد القديم والعهد الجديد بأن هذا الزمن زمان نبي قد أوشك على أن يبعث وكان عندهم مواصفات لهذا الرسول فجعل يتفرس فيه ويلاحظ بعض الكرامات التي أكرمه الله تبارك وتعالى بها أو المعجزات التي أكرمه الله تبارك يفحق نسميها إرهاصات لأن المعجزة تحدث للنبي بعد الرسالة طبعا يقصد بها التحدي لكن هذه من الإرهاصات شاف بعض الإرهاصات شاف بعض الأمور العجيبة التي كانت تحدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو طفل صغير هذا يدل على أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في الجزيرة العربية كان موجود عند الأمم لكن الأمر الثاني الذي يشد الانتباه هو قولة الراهب بحيرة ارجع به واحذره يهود وفي رواية واحذره الروم لأنه كان يقرأ أو يعرف هذا الرجل بحيرة يعرف من مكر يهود ويعرف من خبثهم ويعرف بأنهم قتلت الأنبياء ويعرف بأن هؤلاء هم الذين هم الذين قد يأتي لهم الحق واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار ولكنهم ينكرونه ولكنهم لا يعترفون بهذا الحق بل إنهم قد قتلوا الأنبياء وإنهم قد أخلفوا المواثيق والعهود التي أخذت عليهم وأخذها عليهم موسى عليه الصلاة والسلام من قبل وأخذها أيضا عيسى عليه الصلاة والسلام من بعد أيها الإخوة الأحباب الراهب بحيرة يحذر أبا طالب من يهود ويشاء الله تبارك وتعالى أن يرجع رسول الله ولا يتم رحلته إلى الشام لكان يشتاق فيها لأن يتعلم فنون التجارة تلاحظوا معي أيها الإخوة الأحباب نفسية النبي صلى الله عليه وسلم يتيم يدخل في رعي الغنم في سنة 12 بدأ رسول الله يفكر في تطوير نفسه ويسر على عمه أن يعلمه أن يأخذه في رحلة التجارة ليتعلم التجارة نكتشف منها وحد الخلق وحد الساجية في نفسية النبي صلى الله عليه وسلم أن همته عالية هذه هي المواصفات أنت أصحاب الهمم العالية أصحاب الهمم العالية ما يرضوش بمستوى واحد أصحاب الهمم العالية دائما يسعون لتطوير أنفسهم للسمو بها إلى المعالي ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما الصحابة إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى ما وش كيف نحن بعض الناس يقول لها يقول خلاصا المهم نسلك من جهنم وخلاص لا المؤمن دائما ينبغي أن يكون صاحب طموح عالي صاحب همة عالية النبي عليه الصلاة والسلام تلاحظوا معي أيها الإخوة والأحباب كي الحق وحد السن معينة شاف بأنه أصبح خلاص يعني ينبغي أن يرتفع وأن يكبر لأن الطموح انتعه أكبر من رأي الغنم يليق يسعى إلى ما هو أعلى من رأي الغنم لهو التجارة يعود النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتسب في هذه المرة فنون التجارة مع عمه لأنه قد عاد إلى مكة بعد أن خاف عليه مكر يهود أو مكر الروم سيان خاصة الآن نعرف بالروم كنقول الروم يعني الغرب الروم واليهود أصبحوا وجهان لعملة واحدة وقد تفرق كما قال الشاعر تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة